وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات ضبط الأسواق وأسعر السلع حيث عقد اجتماعا مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين في هذا الاجتماع أكد مدبولي على أنه يأتي وفقا لمخرجات اللجنة والتي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية أوضح مدبولي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة مع تجديد وإحكام الرقابة على الأسواق إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية لاستراتيجية بشكل دوري ودائم ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة وفقا لمواد قانون حماية المستهلك خلال الاجتماع تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم تباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع كما شدد مدبولي على أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر ولكن في الوقت ذاته هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين وبعيدا عن أي ممارسات أخرى شكرا